شهد رئيس أركان حرب قوات المسلحة الفريق أسامة عسكر المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي الذي تنفذه المنطقة الشمالية العسكرية وتستمر على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات قوات المسلحة وناقش الفريق أسامة عسكر عددا من القادة والضباط في أسلوب تنفيذهم لمهامهم والقدرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة المتغيرات المختلفة أثناء إدارة العمليات مشيدا بالأداء المتميز لجميع العناصر القائمة على تنفيذ المشروع